يبدو أن خزينة الحزب الديمقراطي الكردستاني ستمتلئ بالأموال التي سيتم استرجاعها من الأعضاء السابقين واللاحقين في الحزب استولوا عليها بطرق غير شرعية من خلال استغلال مناصبهم عندما سيواجهون اللجنة التي سيشكلها زعيم الحزب مسعود بارزاني لهذا الغرض كجزء من خطته الإصلاحية داخل حزبه محاربة الفساد هي أكثر الأمور أهمية وخاصة في هذه الظروف الصعبة الأهم هو أن نحن كأعضاب وكوادر الحزب نساند هذا القرار ونزعله واقعا ونتدبيه حزمة الإصلاحات الحزبية رافقتها حزمة أخرى تتعلق بالإقليم من قبيل مراجعة الهيكلية الإدارية والمالية للحكومة مع تأسيس مجلس خاص بالخدمة الوظيفية فضلا عن مراجعة كافة ملاكات البياشمرغا وإعادة تنظيمها إصلاحات بارزاني وإن رحب بها البعض لأن أطرافا سياسية انتقدتها وإن جاءت متأخرة لكنها خطوة إيجابية لتحسين واقع حزبه وواقع المجتمع الكردستاني موضوع معالجة الفساد يعني كل حتى مواطن عادي يعرف كيف يعالج موضوع الفساد في الإقليم بس للأسف الشديد يعني هذا القرارات في اعتقادنا لا يغير أي شيء في الواقع وبنظر أكاديميين فإن خطوات بارزاني الإصلاحية هذه لا بد منها لافتين إلى ضرورة أن تتبعها خطوات من هذا النوع من قبل أحزاب نافذة أخرى على ساحة السياسية الكردستانية الحياة السياسية في كردستان بحاجة لعادة إصلاح جذرية ليست فقط الأحزاب وربما ما حصل من هزة اقتصادية والسياسية مؤخرا يكون دافع للأحزاب وخصوصا تلك التي في السلطة أن تقوم بإصلاحات لا غنى عنها ولا مهرب منها وغالبا ما توجه أطراف سياسية كردية مختلفة اتهامات للديمقراطي الكردستاني بتفشي الفساد وغياب الشفافية بشأن موارده وتطالبه بإعادة الأموال من المسؤولين الحزبيين لدفع رواتب الموظفين وتفعيل مبدأ من أين لك هذا وتأمل الأوساط الكردية أن تتوصل اللجنة المشكلة من قبل بارزاني إلى كشف رؤوس الفساد الكبيرة وسراق المال العام على عكس اللجان السابقة التي ظلت نتائجها مجرد حبر على ورق من أربيل يوسف المدلاوي الحرة اشتركوا في القناة